كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه وتعالى على ملة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخرج قرب مكة ويتفكر بمخلوقات الله يبقى في غار حرام فيوما من الأيام وهو يتحنث عليه الصلاة والسلام أكرم الله سبحانه وتعالى هذا النبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن اختارنا الله سبحانه وتعالى أن نكون أتباعا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كلمه جبريل عليه السلام قال له اقرأ نعم الله سبحانه وتعالى وهذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بهذا القرآن من عنده ثم قال له اقرأ الثانية ثم قال له اقرأ الثالية أول ما نزل من القرآن الخمسة الآيات الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم في القلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم نعم 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 محمد صلى الله عليه وسلم أمري في السيمة ورحمة الله في القرآن نعم